الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى فأقول أولاً هو علي بن إسماعيل ابن أبي بشر ابن أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى وكنيته أبو الحسن وعلى هذا فالأشعري من سلالة الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وقد ذكر السمعاني أنه قيل له الأشعري لأنه من ولد أبي موسى الأشعري فهذا في الحقيقة نسب جميل لهذا الإمام العالم الجليل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى والأشعري نسبة إلى أشعر وهي قبيلة مشهورة باليمن من أولاد ابن سبأ قال ابن الكلبي إنما سمي بذلك لأن أمه ولدته وهو أشعر والشعر على كل شيء منه فهذا هو تعريف باسم هذا الإمام وإلى أي شيء يرجع نسبه فيرجع نسبه إذن إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حقيقة لم أقف على لقب لأبي الحسن الأشعري فكلمة أبو الحسن الأشعري هذه كونية أما اللقب الذي لقب به لم أقف على لقب الله غير أن ابن عساكر رحمه الله تبارك وتعالى قال في ترجمته لأبي الحسن الأشعري أنه نودي في جنازته بناصر الدين فيمكن أن نقول بأنه لقب بهذا اللقب أعني بناصر الدين رحمه الله تعالى إذن أبو الحسن الأشعري عرفنا أن نسمه علي ابن إسماعيل ابن أبي بشر إلى أن يصل نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أين كان يعيش وأين ولد رحمه الله تعالى تجمع المصادر التي بين أيدينا والتي تحدثت عن هذا الإمام على أن الأشعرية رحمه الله ولد بالبصرة وانتقل منها إلى بغداد بعد رجوعه عن الاعتزال وسأتأكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى أما عن تاريخ ولادته فتكاد تجمع المصادر التي تحدثت عنه وعرفت به أنه ولد عام ستين ومائتي متين وستين هجرية وقد ذكر البعض خلافا في ذلك ولكن لا عبرة بهذا الخلاف فمثلا ابن خل كان يقول ولد سنة سبعين وقيل ستين ومائتين بالبصرة وقال غيره كالمقريزي رحمه الله أنه ولد سنة ست وستين هذا في الحقيقة خلاف لا يعتبر لأن أقوى المصادر التي بين أيدينا تقول بأن الأشعرية رحمه الله تبارك وتعالى ولد عام ستين ومائتين وقد رجح ذلك مرتضى الزبيدي الزبيدي رحمه الله في ترزمته عن الأشعر فقال ولد سنة ستين ومائتين وقيل سنة سبعين والأول أشهر وقد رجح ذلك كثير من المؤرخين ترجمة نانسي قنقر